تشكل الاستراتيجية القرية الافريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفي-19 التي ستستند إلى ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير اللقاح على الأقل لسكان القارة مبادرة قيمة ستسمح لدولنا بالتنسيق وواقفها في إطار العمل المتعدد الأطراف السيد الرئيس نحن على ثقة بأن نجاح الاستراتيجية القرية مرتبة بشكل وثيق بتعزيز التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين وهي سانحة نسجل دعمنا للمطلب الرامي إلى تخفيف عبء الديون ومساعدة الدول في ضمان استمرار والامتدادات الغذائية وحماية الوظائف والتخفيف من وطأة تراجع مداخيل التصدير على القرى كما نؤكد على ضرورة تعزيز التضامن الدولي في توزيع اللقاحات وتفادي انصياغ عدد هذه العمليات إلى اعتبارات النزعة الوطنية التي تحول دون وصول الدول الفقيرة إلى اللقاح وبالتالي إطالة أمد هذه الأزمة السيد الرئيس إن نجاح تنفيذ الاستراتيجية القرية المشتركة للاستجابة لكوفيد-19 سيمكننا من تعميم عمليات التلقيح وسيشكل فرصة حقيقية لإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإعادة بعث عجلة التنمية من جديد لقد واجهت الجزائر هذا الوباء بحزم منذ الوهلة الأولى من خلال التدابير الوقائية وتسخير كل الوسائل الممكنة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة لا سيمة بالنسبة للشباب والنساء والفئات الهشة وقد سمحت هذه التدابير في وقت قياسي بالتحكم في انتشار الفروس وتحقيق اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحصي وبخصوص عملية التلقيح فقد باشرت بلادي في أواخر الشهر المنصرم وهي عازمة على مواصلتها إلى غاية تحقيق النسبة المطلوبة للوصول إلى المناعة الجماعية ترجمة نانسي قنقر